هالا شو مع هالا سرحان رجعت ليالي زمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرجع تاني واحد ليلا كل الدقيق والرسائل اللي هتعملها تقدر تبعد زيهم لكل واحد تختاره كالترشيرك مع 40 مليون مصري المستشفى 57-57 مستشفى سرطان للأطفال كالنفسي تشوفوا الناس شكلها هعمل ازاي العيال غلابة شكلهم هعملين ازاي على قد من موضوع مؤلم أنا بقى نفسي يا جماعة مصر تبقى 57-57 المستشفى لما ادت وعد وقالت إننا حبق أحسن مستشفى ومن أعلى المستشفيات اللي بتعمل 70-80% في علاج حالات السرطان للأطفال وعدت ووفت قد إيه المرض سافل بس في حد بيضمه ويطبطب في مكان قال له ملكش دعوه ما تهتمش أنا تعالى لأنا ببقى لاش ما فيه ماش رخام عشان المسام ما تشيلش ميكروبات عايشين في أصر جوه أحدث الأليات وأجمل الحاجات مرحباً من خططه والكلام ده كله من جيب مصريين والعالم العربي كله حتى لا ننسى كتب الكاتب الكبير الأستاذ محمود الكردوسي يقول عندما رأيت مصر وهي ترفرف وتغني وترقص في الشوارع والميادين بلا تمييز ولا سقف للفرح بكيت واستصغرت الكتابة مصر بلد غامض معقد مستعصن على الفهم والمودة مصر تشبه بنتاً جميلة طائشة ولعبية لكنها ليست سهلة ولا يمكن ترويدها أبداً بلا تسبيلة ولا نصوص ولا حركات لا تعرف إن كان إن كنت تحبك أو تريدك أم بتخيلك وتلعب بأعصابك مصر ممكن تسلمك نفسها طائعة راضية بإسمتها وفجأة تنقلب عليك وتوقفك عند حدك مصر لا تشيخ أبداً فالشعر الأضيط في رأسها حيلة وانحناءة الظهر حيلة والتراب الذي على حذائها حيلة وساعة الجد تستدعي عمقاً ثقافياً وحضارياً بعيداً لنا ولنت بنشوفه بالعين المجردة بتتحول إلى ما كانت عليه في 30 يونيو بيقول أستاذ محمول كردوسي عندما رأيت صورة عبد الفتاح السيسي وسمعته يتحدث بكيت واستصغرت الكتابة هذا رجل مصر وخيالها وأيقنتها الجديدة هل أكون مبالغاً إذا قلت إن في هذا الرجل نفحة من جمال عبد الناصر؟ سمعنا بالفعل إنه ناصر؟ الدهاء نفسه والكبرياء نفسه والوطنية نفسها هكذا يقول بسطاء الناس في مصر قبل نخبتها أصبح السيسي بطلاً شعبياً بكل المقاييس أصبحت كل الأمال معلقة في رقبته وأصبحت صورته بوجهه السمح الصارم في الوقت نفسه وبزيه العسكري وقوامه الصلب المفرح تتوسط صورتي عبد الناصر والسادات في غالبية مظاهرات المصريين حتى أنني أكاد أشعر بأن السيسي سيصبح رئيساً لمصر بالتسكية ده كلام الأستاذ محمود الكردوسي بيقول عندما رأيت مشهداً لضابط شرطة بيوزع المايا والعصير على المتظاهرين في التحرير وفرب على العدوية بينما يشب أحدهم ليقبل رأسه كأن كل منهما يعتبر للآخر ويصبح بين عشية وضحاها فتى أحلام بنات مصر رجعت لنا الشرطة رجعت لأحضان شعبها بيقول سيد محمود بكيت واستصغرت الكتابة إن كان للمنزوع المخلوع وجماعته البغيضة فضل فهو عودت الشرطة إلى أحضان شعبها بعد عامين ونصف العام تقريباً من إنعدام الثقة والاتهامات والتجريح والتعدي والتصفية الجسدية كلام مهم يعني نتماعن في كده ونفكر وعايزة أنتقل الآن إلى ضيفي وضيفكم الليلة مهندس عبقري وسياسي عنيد وثائر بلا حدود لا يرى من الألوان سوى لونيها الأبيض والأسود يرفض الحلول الوسطى ولا يعترف بسياسة المواءمات خبير في استخراج الحماس الخام من باطن التربة المصرية الأصيلة ومتخصص في تشييد صروح الأمل والتفاؤل وبارع في تصميم خرائط المستقبل صرحته زي الشمس تضيء الطريق لعشاق الحقيقة ولكنها تحرق عيون طيور الظلام ضيفي هو الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي العالمي وأحد أعلام ميدان التحرير في ثورة يناير هالا شو مع هالا سرحان رجعت ليالي زمان هالا شو مع هالا سرحان رجعت ليالي زمان أهلا وسهلا دكتور ممدوح أهلا أستاذ وشرفتنا في تيباستان بلدنا الجميلة والحقيقة إحنا أول مرة يعني إحنا كنا قبل 30 يونيو وإحنا بنشتغل فكنا دايما الناس اللي جايالنا من عندكم كنا بنقول لهم إيه الأخبار عندكم وصعبانين علينا لأن إحنا عندنا هنا كل يعني العدالة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية عندنا كل حاجة تمام في بلدنا هنا فالنهارة عايز أقولك إنا أنا غيرانا منكم من الشعب العظيم اللي قدر إنه يبهر العالم ويقوم بأكبر تظاهرة في تاريخ البشرية الشعب المصري ده كل يوم بيبني يعني بنى الأهرامات ويمكن في 30 يونيو أقدر أقول إنه بنى قيمة إنسانية أبهرت العالم يعني أنا باعتبرها من عجائب الدونية السابعة اللي ما حد راضي يعترف بيها مش عارفين حنعمل وريهم إزاي يعني جبنا لهم الطيارات وسورنا الشوارع وعملنا وبرضو العند اللي حصل ده ملزقينهم اللي حصل يوم تلاتين وتلاتة يعني تلاتين وتلاتة كان مارد يمثل عقل جمع للشعب المصري بالخالي بقى لما تلاتة وتلاتين مليون مصري ينزلوا بعق واحد وبوعي واحد العقل الجمعي لم يحدث في تاريخ البشرية إن في عقل جمعي واحد بتلاتة وتلاتين مليون في صوت واحد بطلب واحد بأمل واحد دي حطى مثلهم خطتهم الخطة الموضوعة للشرق الأوسط الجديد للإسلام اللي يقدروا يتعاملوا معاه اللي تم وضعها من ساعة ألفين وخمسة واللي بدأت إن مبارك إداهم تمانية وتمانين مقعد بناء على طلبات أمريكا دي كانت بداية تمكين الإخوان من الحكم بس إحنا ما كنا نشوعيين بقى ساعة لا طبعا الكلام دي بان بعد كده في التقارير بتاعة راند والتقارير بتاعة ند والتقارير بتاعة الانترناشنال كرايسيز التقارير دي موجودة على الند كلها كانت بتصوق إلى أن يكون هناك حكم الإخوان اللي عامدوا لعقل الجمعي للشعب المصري يوم تلاتين ويوم تلاتة أفقدهم الصواب لأن خطتهم اللي بيعملوا فيها بقى لهم ثمان سنين فشلت على صخرة الشعب المصري طبعا مش مصدقين نفسهم لو هم مصدقين نفسهم ولا الإخوان مصدقين أنه ينتقلوا من كل حاجة في إيدهم لو لا حاجة تعالوا امطق وبقى معقله راح بعض البلد الغربية علىها راح طب نعمل إيه لا ده انقلاب ما خلاص بقى ما فيش في إيدهم أي حاجة تانية يقولوها غيروا لك ده انقلاب هو مش انقلاب بقى هو اللي حصل من سنة كان انقلاب إخواني اللي حصل السنة دي هو انعدال انعدال عجبتني دي هنسميه الانعدال الانعدال بس دي مش كلمتي بصراحة أنا خدتها من قاوت البوابين في الحرة المزنوقة من اين التلاتية أحد الصحابين في الحرة المزنوقة وكانوا كام خمسة ستة خبعة سبعة تلاتة اربعة أيو انعدال فعلي اللي أنا عايزة يعني قبل ما نخش بقى في السياسة يحن دخلنا على طول في موضوع هل هو انقلاب احنا مش هنزأل هل هو انقلاب ولا ثورة لأنه عيد يعني احنا بنشوفه هو شايفين شوارع مصر من قولت عليك هم اضطروا يقولوا كده لأنهما فوق ومفاجأة خطيرة جدا أيوة ان مشروعهم اللي كان شغال الاخوان باخدوا كل حاجة وبيتحكموا راح منهم الاخوان راعت تعلق تعلق والمشروع سقط أي اصبحوا النهاردة في حالة يرسله أي احنا حنرجع بقى المشروع الاخواني وازاي وهل هناك مصالحة ام كيفية اننا نستعيد الاستقرار في مصر عن ما هي الطرق وما هي الخريطة الطريق الفعلا اللي احنا دايما بتدينا يعني اطروحات بتضع فيها حلول فحنسمعي نهاردة الايام القادمة لكن قبل اي حاجة انت خسيت ازاي اصلا احنا كلنا عايزين نخس انت خسس قد ايه يعني اتناشر كيلو في تلات تصر بس اتناشر كيلو دهون دهون يعني مش عضلات ازاي يعني ابني ايه في فبراير الماضي قال لي ابويا ايوة ابني بنتي تقولي يا بابا ابويا يقولي وابني يقولي يا بويا ايه يا بويا اللي يمشي وجسمه مليان دهون كانت نسبة ديور عندي 33% كرش بقى وتا دهون في الجسم عموما ايه وهو يعلم ان ما فيش فايدة منها وبل منها كل الضرر يبقى انسان ما عندوش ارادة اه ابنك عندو كم سنة تسعة عشرين ما شاء الله قال لي كلام ده في فبراير ايه فانا في مارس او اخر فبراير ايه اقتنعت بكلامه اه تقوله طب يا محمد اعمل ايه اه قال لي فيه حاجة اسمها بوت كامب معسكر اه معسكر اه يعني اه تروح تقعد الاسبوع هناك ايه تبتدي صح وتفقد يمكن خمسة كيلو فات في اسبوع دهون دهون اه ده فين ده في حتة في انجلترا اسمها فنجلترا نورفوك 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 ايه طبعا ما ليش تفاصيل اكتر ايه فروحت انت ايت وروحت على المعسكر اه ويمسبتي يمسبتي اه خلوه هو بس بيجي خشولي على الدكتور هو عمال يقول يمسبتي رحت هناك ليه يمسبتي لقيته معسكر اه زي معسكر اي معسكر جيش تبتدي الساعة ستة الصبح ايه ستة الصبح اه ستة ونص البرنامج يبتدي اه اخر حاجة العشرة ستة ونص بالليل اه اتناشر ساعة متواصل من التدريبات ينهار ينهار ومفيش يوم مرحميني اه تبو انت لو لو واحد يعني انا مثلا لو رحت وتعبت ومش عايزة كامل هيعملو لي ايه انا فيه اربعة مشوا اربعة مشوا اه اربعة اللي هم سنهم المتوسط اللي هم اللي في الاربعينات مشوا التلاتينات قعدد انت بقى في التلاتينات قعدد لا انا انا خمسة وستين بقى انا عارفة كان متوقعين اللي همش تاني يوم اه انت كت بقى انت عاجز واحد فيهم بقلك انت اكبر واحد فيهم سنة ايه انا كنت اكبر واحد ونمنا اتنين بعد ايه ثمانية والتلاتين و اخوة وربيات اه اه و بعد ايه كانوا بيسقفوا لي بقى لما عمل التدريب صح اه ايه بقى التدريب اللي بينزل الدهن الدماء طبعا احنا عندنا في مصر هنا انسوا اننا نعمل التدريبات صورة لا طبعا فيه يعني كان حاجة بصراحة تجربة لم اتخيلها واتمنى طب حضرتك بس قلنا ايه التدريبات دي انت انا عايزة اشوف انا طلبت منك ان تدريب لنا حاجات من حياتك انا طرى جبتلنا ده اه جبتوا الصورة لو يطلبوا تدريبات تشوف التدريبات احسن في الصورة طيب الصورة احسن من الف كلمة وتتعملوا ايه يعني اول ما حاجة ما تخش لازم يختبروك اه الاختبار فيه شوية تدريبات لازم تعملها او تروح اه التدريب على الاقل تلاتين اه بوش اوبس اه تلاتين بوش اوبس الحد الادنى اللي هي البوش اوبس اللي هي بتعملوا يوسع بالكاميرا حبيبي اوسع استنى بس اللي هي بتترموا على الارد بتترموا على الارد وتفضلوا وتنزلوا وتطلعوا كده اه على ده هنا اه انا ممكن اعملها وانا قاعدة عالكورس رائع الركتين لا استنى تلاتين واحدة حد الادنى لا استنى تلاتين واحد дня ده هي ابي بيعمل خمسة يبقى حاجة جمد اوى انا عملت اتنين والتلاتين اه اليابقى قبل ما يروح باسبوع اتنين والتلاتين ايو قبل ماUD يروح باسبوع اه قبل ما اروح باسبوع wherein ه strangers اتنين والتلاتين والله مكنتش دخلت عقبليه قبل ما JUered باسبوع او بعشر ايام كنت بتدرب تايخ اوكي ثلاتين سيت اوبس وبعدين تلاتين سكواتز على الرجبة اللي ما بيعديش ده ما يكملش اللي حصل بقى ان في ناس قاعدوا اول يوم ومشوا وتاني يوم ومشوا وتالت يوم ومشوا انا كملت الاسبوع وبدأت بقى ما شاء الله يعني احنا هنشوف الصورة دلوقتي انا عايزة صورة واحنا منتكلم نرجع بقى لما بعد تلاتين يونيو وتلاتة يوليو نرجع بقى للي احنا فيه دلوقتي هناك يعني تروح كده تروحات انه لابد ان نلجأ الى المصالحة ومن اجل استقرار الوطن ونفتح الابواب لجميع تواقف الشعب انها تكون موجودة وممثلة وان الاخوان المسلمين فصيل الاسلامي انا بقول لحضرتك مش بالضرورة يكون موافقة على الكلام ده عشان بس نكون واضحين لكن انا بقول لحضرتك انه ده موجود في الساحة دلوقتي اننا مفروض انه هم فصيل موجود في المجتمع وانه لازم يندمج في المجتمع وعشان يعني نشيل الفتيل العنف اللي موجود في الشارع دلوقتي هل هذا العنف مبالغ فيه ام انه يهدد استقرار مصر هل نستهين به ام اننا ننخشاه يعني كيفية التعامل مع هذا الموقف المعقد وكان فيه ناس قاعدة في ربع العدوية ويعني كان فيه عملية قلق وبعد حادث الحرس الجمهوري انه تحصل حوادث اخرى ممثلة وكبر الجامعة وكبر الجامعة شوف الهبل الحيسي وزير التموين اللي كان بيقود الاخوان بالهجوم على ما سبيرو عاوزونه يظل وزيرا للتموين ده هبل حيسي نيجي بقى نقول له حرر اولا المصالحة لا مصالحة مع قيادتهم اللي شتمتنا وهزقت مصر وهي اللي كانت بتسقهم للعنف واللي هما فرطوا في طراب مصر دول يجب ان يحاكموا يدانوا او يبرقوا انما القيادات يجب ان تحاكم كل من ميسك سلاح ان شاء الله سكينة يحاكم اما بقية الاعضاء خلال دول الاعضاء يتوبوا ويعترفوا بالحق الرجوع للحق فضيلة وينضموا للمجتمع مش محتيني حتى يقولوا مصالحة انما القيادات محاكمة ما نمسك سلاح محاكمة اتبرقتهم من محاكمة خلاص انما لا مصالحة طب احنا هنرجع كده لقصة زي قصص معركة الجمل ومين اللي قتل ومدام ما فيش مسؤول واضح قدام الناس فيبقى مين اللي يحاكم وحيدخلونا في دهليز وفدوامات زي ما حصل قبل كده عاوز اقولك اللي تم القبض عليهم الشاطر ومرسي والعالم دي تأكدي ان الجهات اللي قبضت عليهم عندها مستندات تخلوهم يقبضوا عليهم المفروض اصلا انها هي جماعة دعوية دينية بتحص على الفضيلة وخدمة المجتمع ولو ظلت على هذا الشكل اهلا وسهلا بيهو هو المشكلة انه خلق في ايه دمين نفس القيادة دي لا مش كده لا طبعا دول زي ما انت بتقول لو غيروا جلد اولا شوف كل القيادات اللي احنا بنشوفها دي لازم تتحاكم يا تتبرق يا تدان ايه التهم ايه ده الخيادات انا عايزة معلش ناخد كده من اول مرسي ونازل لا ما نقدرش ان نعمل واحد واحد ولكن اقولك التهم جمعا لا معلش هو كرئيس كان مسؤول يعني ايه ما اقدرش هو واحد واحد لا معلش هو كرئيس هو كرئيس مسؤول وقاعد اقول انا رئيس مصرين كلهم حنس باليمين اه ناخدهم بقى خطوة حنس باليمين الحنس باليمين وعد ولم يفي ايه وعد بايه وعد في خطابه احنا بنقول بقى بنشوف السنة الماضية دي نقدم تشف حساب اقل شيء وعد دي قال دماء الشهداء فرقابتي قال كده ايه وفي اخر خطبة قال مازالت فرقابتي ايه ما بقى يعني برقابة الشهداء وحقوقهم لم تأخذ المصابين لم تأخذ مثلا بس دي اضعف الامان دي اهم شيء اهم شيء هو مشروع محور قناة السويس ايوه اللي خلى عصام شرف يستقيل ايوه اللي هو اقليم كان حيسلخ ساحة كده من مصر اه ويسميها اقليم قناة السويس اه ولها قوانين منفصلة اللور شغال والدنيا شغالة كويس اه ولها قوانين منفصلة عن مصر ومجلس ادارتها هو المتحكم في كل حاجة فيها ايه وده كان احتلال اه يقدم على احتلال مقنة اه صانية اه مش لغرض الاستثمار لغرض الاقامة اللي مدت خمسين سنة ايه الجنسيات اللي مضى عليها الفوق عن تلاتين الف جنسية فلسطينية ام هل الكلام ده مقنن لازم يراجع ايه ما وعد بيه حلايب وشلاتين للسودانين ام مشروع الوطن البديل الف ستمية كيلومتر مربع في سينة الوطن البديل هل هل معلش يعني احنا نقدر بنقول ايه اه موضوع اقليم قناة السويس كان معروض وفيه اوراق وفيه وثائق وفيه اجتماعات وفيه اه مفاوضات حوله وتم عرضه حق انتفاع ومئة سنة ولا خمسين سنة فيه ورق عليه اه اه قطاع سينة ان فيه ناس اشترت اراضي ودخلت وفيه الجنسية المصرية اعطيت الاظن لحوالي مئة وخمسين الف وواهد لا في فطرة اللي انا متأكد نسمية توم الداخلية من الناس مهمين في الداخلية في الفطرة هو حوالي ثلاثين الف اللي هو المسؤول عنهم اللي مسؤول عنهم ثلاثين الف اللي مشكوك في ان لهم ايه سنة قانوني سنة قانوني بدون سنة قانوني اه طيب وبعدين حلايب وشلاتين شفنا زهب الى السودان وشفنا الخطب بتاعته كلها حاجات مثبتة اه الشهداء ومسؤوليته عن قتل يعني فيه في عهده حوالي متين شهيد وانت يالي وقف عهد بتاع طانطاوي ما كانينش هما الاختراف التالت؟ حضرتك دي ايه اواحدة حضرتك دي اواحدة اه 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 احنا هنروح بقى التخابر دي في قضية التخابر ودي الناتروندي قضية تانية انا بتكلم دلوقتي احنا بنعمل كشف حساب ايه انا عايز اعرف كشف الحساب ده لما هنقوله كده و هنلخصه مع حضرتك يقدر يخش بيه محكمة ولا لا طبعا يقدر ياخدهم التخيانة عظمى ولا لا اه فيه فيه تاني مثلا فيه فيه تزوير الانتخابات طبعا تزوير تزوير الانتخابات وقضية المطابع الاميرية اللي كتم 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 عليها والاوراق اللي قبل ما كناش جينا في الرصمة في الحيط كده قدام اتنين ده يعني كانت النتيجة ان فيه ناس كتير صواطت لده عشان مش عاوزة ده مش عشان بتحب ده ايه ففيه اخطاء كبيرة ارتكبت بس التزوير دي مش مشكلته هو ايه مسؤولة المسؤولين في ذلك الوقت هم هم لهم مسؤولية ولكن المطابع الاميرية مين مسؤولة عنها طيب الكشفات ابراهيم سلسل لا ابراهيم كامل انا بتكلم على مسؤوليته هو انا بتكلم على ان حصلت خطوات وهو استلم الحكم وهو عارف ان فيه اضايا تزوير طبعا طبعا يعني ده هو اعلن النتيجة اعلانه النتيجة الساعة اربعة صباحا انا حسألك بقى اللي هي كانت غايزاني اوي 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 والغاية انا شخصيا يعني لو في ايدي ارفع عشرين اضايا في الموضوع ده كنت رفعت ساعتها وكان حد هيسمعني كان فيه هوس كده خلينا نعصر اللامون خلينا ندوله فرصة الكلام ده احنا كنا شايفين اننا داخلين على نفق مظلم لان فيه تنظيم تنظيم احنا ما بننتخبش شخص احنا بننتخب تنظيم لكن لما يقفوا ويعلنوا النتيجة اربعة صباحا ويقولوا الديمقراطية والسنديق بس لو خسرنا بالديمقراطية والسنديق هنولع في مصر وفيه عمف هو ده مش تهمة طبعا يحسبوا عليها كل اللي وقفوا في المنصة وقالوها طبعا الكلام اللي قالوا مرسي والكلام اللي قالوا خيرت الشرطة ولفت الايام وعمل لنا خطبة هددنا فيها بالعنف بالزبط برضو يا انا والكرسي والشرعية والشعرية يا ام العنف وبحذركم العنف وبحذركم واحد بيقدبنا يعني بيشتم شعبه بيقزبه يعني خطاب تهديد وتحريد تفضل فيه محاميين وفيه كتاب نزل عن جميع الجرائم اللي ارتكبها مرسي فيه كتاب نزل بهذا الموضوع وبإذن الله هتجدي محاميين مصر قادرين على تجميع كل التهمدي فيه كتاب انا بكلمك في الانتهكات دلواج فيه مجموعة من المحاميين الشباب على فكرة عاملين كتاب فيه انتهكات فترة مرسي انا بتكلم على الانتهكات دي هل لو صبناها مع بعض كده حديك قلت واحتلال مقنع لقناة السويس وبيع قناة السويس وكمان بيع الاثار يعني اشياء رهيبة جدا بالاضافة الى والمستندات والوسائق المصرية انا عملت بها قضية اللي هي قضية ايه؟ فيه مستندات امنية وثقافية وحضرية مهمة جدا تم سرقتها وتم التصرف بها الخارج البلاد وانعمل بها بلاغ للنائب العام اه اي وسائق يعني ما تقول لنا؟ وسائق امنية ايه وسائق حضرية وسائق ثقافية من تراث مصر تم السطو عليها وتهربها للخارج منين؟ من دار الكتب ولا من المصدرات العامة؟ من اماكن متعددة من اماكن متعددة وبنجمعها دلوقتي من ضمنها طبعا دار الوسائق واماكن اخرى ده في عهد مرسي؟ في عهد مرسي اه وحضرتك عندك قائمة المستندات دي؟ ايه قدمنا بها بلاغ للنائب العام ما تقول لنا ايه المستندات دي احنا كده تخضينا؟ لا انا مقدرش اقولك تفاصيل اللي تتجمع دلوقتي بس احنا عندنا ما يكفي ان احنا نقدم بيه بلاغ ايه لمصلحة مين تتسرقت الوسائق؟ ما انها تتسرقت وخلاص وكاد بتطلع في الطائرات اللي وطالع بيها بسمها تتسرقت خلاص لها قيمة تاريخين ايها فنة بس مش انا اللي سرقها ايوه انا عايز اعرف تسرقوها ليه انا بس ما عالفش انا احنا برضو لابد ان انت تثبت ان هما سرقوها وتثبت ان هما تخرجوها وده كل في بلاغ العام يعني وانا داشت يلقي بالتهم كيف؟ بقول لي عالف حناك قدمت بلاغ لتهم ايه؟ انا مقدم بلاغ للنائب العام ايه انا مش بطلع في برنامج تلفزيوني يعمل تهم اقولك انا قدمت بلاغ من اسبوع من اسبوع اه بالضبط من اسبوع اني نائب عام لو سمحت انهي واحد فيهم كان ساقتها مستشعر مجيد محمود لما رجل مستشعر مجيد محمود لما رجل مكناش نعرف مين ميمينيش مين انا قدمت لمنصب النائب العام اربع بلاغات خبلة تكون قدمتها للحاجة طلعة لا 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 طلعة ولا لا لا الكلام ده اربع بلاغات عن طور يبقى حيثتبعه لان دا يهمنا وكان في تخوف من تعيين طبعا دي نقطة تانية انا عايز اكلمك وعملت بلاغة فان اسمعيني بقا عملت بلاغة مهمة جدا لان هما في الفطرة اللي كانوا بيحكموا فيها مصر راحوا بتزوا بعض رموز النظام بتاع مبارك وبعد رجاء الأعمال عشان يخففوا عليهم الأقوبة أو يخليهم يتصلحوا وأخذوا منهم فلوس أنا مع التصالح ولكن لو في دفع للتصالح يروح لخزنة الدولة راح للإخوان وعملت ملاغ أيضاً في هذا الموضوع يعني إيه يعني مثلاً الرجل الأعمال المعروف نجيب ساويريس اللي دفع سبع مليار دون راحوا فيه رجعوا وعملوا له ابتزاز برضو بتاعت ساويريس ده كان طبع ضرايب ودي كانت رسمية بس كان طبعاً فيها نوع من الابتزاز بس أنا بتكلم كان فيه تلت محامين كان فيها نوع من الابتزاز تلت محامين اللي هو الاسم سلطان العوة ومحسوب ومحسوب وواحد رابع ده اللي عملنا بهم البلاغ كانوا مسؤولين عن ملف تسوية والتصالح ده تم التربح والتربيح بس هكذا قدي تهم خطيرة بقولي يا فاندوا أنا أتهم حادتك قدمت بلاغ لم يسبت دعاً مسؤوليتك الكلام ده لم يسبت يعني أسماء حادتك ذكرت أسماء فلم يسبت ارتكابهم لهذه التهم أنا قدمت بلاغ بقدوم عند النائب العام أيو بس خلال بقدمت بلاغ أنه حصل أنا مش بتتهم تربح وأدمت بلاغ ما هوتقدمت بلاغ يعني ايه ادمت أربع بلاغات للنائب العام أيو بتتهم بس رسمي عند النائب العام ما هو إنك تتهم عند النائب العام رسمي مش بالضرورة إن كلامك يكون صح خلاص بقى النائب العام هيقرر أيوة يعني دي عايزة متابعة بقى وإحنا هنتابع معاك عايزين نشوف يعني أنا نزلت من مكتب العايزين نكشف المصدور أنا رفعت السماعة على محامي لا تسمح يا فنان لا عايزة دولة القانون عايزين نرجع عندنا قانون لما رايح النائب العام رايحل فين رايحل رقصة رايح للنائب العام كلمت النائب العام وقلت له انا عاوز اجي اقدم بلاغ كلمت محامي ودته البيانات عمل بلاغ روح تقدمته للنائب العام ايه تاني بقى غير قانون طب حضرتك انا عايز ارقم بلاغ ده عشان اعرف اقدم على ايه بالزبط انا عايز اي حد من عندك يقدم البلاغ اي حد عاوز رقم يخبر اربع بلاغات اتهام بالتربح يعني هنخش في دوامة الفساد تاني يا فاني خليها تمشي انت يقلقنين من ايه لا احنا مش احنا احنا هنبني والشعب صار والمحاسبة تاخذ مجره انا مش عملت اول بلاغ ده تحصني مبارك اي في سبعة فبراير 2011 اي وعملت بلاغ على قتل المتظهرين في 18 فبراير 2011 ما هو هي ده بلاغاتة للشغالة وما يعني هننتظر انه ال ما انت اتعامل فيك تسعومية بلاغ انت كمان وانعوكم السفر وما تسافرش وما تروحش وتيجي وحيقبضوا عليك لا مش هيقبضوا عليك ما خفتش انه هما يحبسوك في فترة سطوة وتمكين الاخوان وانت بتعلن يعني الاسرار على الحفاظ على الدولة المدنية وضد كل ما هو حزب ديني مش عايز اقول ديني عشان الناس ما تفهمناش حزب سياسي يستغل الدين في السياسة شوفي حراكة سيدهالة انا لا اعمل بهذه الطريقة مبحطش اخاف هم اعملش انا كل شيء باقتنع به اعمله بغض النظر انا عواقبه قالك ما حطش اخاف وبعدين ما اعملش لا يعني ما بتخافش لا عمري ما فكر طالما انا مختنع بحاجة بعملها ما بحطش ما فكرش قابليها هل ممكن يحصل ايه ده مش عندي اه اه مش عندي اه طيب اه يعني القائمة طويلة بس احنا بنقول انه اه عشان احنا في دعاوة التصالح والمصالحة انت قلت مع الذين اجرموا او اه قاموا بجرائم ضده مش لا مصالحة قبل المساءلة والمحاكمة قبل المساءلة لما الحمل السلاح ومن فرط في طراب هذه البلد او مصلحته او من دعا الى العنف اه اما الافراد والاعضاء العاديين اه دول اصراء اه اصراء اه دول مقصورين يعني ناس تم اصرهم يعني الناس اللي كانوا في رابع العدوية دول اصراء البسطاء اللي هم رايحين بيقيدوا مبدأ متصورين ان هم بيحموا الاسلام مع ان الموضوع ليس له اي علاقة بالاسلام على فكرة واثمني ان هم يعني حطينهم في شرناقة كده يعني دول اصراء بيفرجوهم على بيفرجوهم على القنوات بتاعتهم وبيقولولهم الخطب بتاعتهم وحطينهم في شرناقة اه الناس دي جاية انا اعتقد ان الناس منهم كتير من المصريين البسطاء الطيبين اللي هم متصورين ان هم بيدافع عن الديد شوفان انا او في سبيل الديد يوم الخميس واحدة زملتنا راحت هناك واحدة زملتكم اه اه زملتكم من الحرية والعدالة ولا ايه رحت هناك ازاي زملتنا انا زملتك انا زملتك انت اه من مجموعة بتاعتنا ودخلت ربع العدوية استاذ رؤية سلطان اه دي محامية محامية اه ده راحت هناك راحت هناك فيه راحت ربع العدوية استنى ودخلت اه جاد تخش لا استنى فاصل اوعى تغير المحطة رؤية جاد تخش ربع العدوية هنشوف عصال الله ايه هناك بعد الفاصل هالا شو مع هالا سرحان رجعت ليالي زمان هالا شو مع هالا سرحان رجعت ليالي زمان فا ايه بقى ام ايه ام ايه ام ايه ام ايه رؤية رؤية سلطان سلطان المحامية اللي هي من مجموعتنا مجموعاتكو يعني من الثوري السوار يعني هي سوار التحليم لا هي من صوار تيار المدني التيار المدني أسانا اللي عايز أقول لبرالي والعلماني ولا الرصة دي من التيار المدني راحت العربية وراحت من عند المول في مول كده أبي ربع العدوية وشارف اسمه لي فوقفوها أنت من الإخوان هتلوم لا طب أنت مع مرسي قلت لهم لا يا شيخ طب جاي تعملي إيه جاي شوف تقوله إيه فتفضلي يا هنم طب والله مؤدبين أهو جدا ومسترمين مؤدبين جدا بس يعني لو أنا يا درماعة كنت رفضة كنت هتقولولي تفضلي يا هنم لا أنت طبعا لأ وبعدين وبعدين إيه أنا وما يعزاجي أشوف الأحوال إيه قلت لهم بقولوا في طلاينة هناك كتب عايزين حكاة الطلاينة دي ما ننسهاش يا جماعة قلت لهم بس أنا ما قدر شاركن هنا المشوار بإيه على موصل المنصر دخلوها بالعربية لأقرب نقطة طب والله يا جنتلمان هي بقى لحظة الآتي المكان في منطهى القذارة لا إله إلا الله ورويح جعلتها ما تقدرش تستمر بقية الليلة لأنها كان نفسها تكمل داخل الساعة 12 بالليل يوم الخميس الناس غلابة جدا جدا والأسرة بالكامل بالأطفال وقالت القطعة عالين عشان ياكلوا من البؤس اللي هم فيه قالت لدول أسرة أسرة نظر للفقر اللي هم فيه وواجب على المجتمع المصري أن يحررهم يحررهم هي كلامها يحررهم إزاي يحررهم من الأسر اللي هم فيه طب هيعملوا إيه هم رايحين بخطرهم براحين من فقراء من فقراءهم بيأخذوا فلوسه وبيأكلوا هم فاهمين أن هم رايحين بيدفعوا على لا يا فنم لأنا عاوز أغيره الفهم ده غلط لا أبدا يا فنم قليلين جدا ممكن تسمعينا ما كامل كلامي أيها طول النهار يشخط معلش عشان بس أقول الفكرة ما تقول بس بتقطعيني اتفضل الملال ما أقطعك اتفضل راحهم هيا بتقول الناس تلت اربع الناس اللي في المشوار لحد المنصة ليس لهم علاقة لا بإسلام ولا لا مش بالإسلام بطيار إسلام ولا بطيار إسلامي ولا لهم علاقة بحاجة أخرى دول اللي قالتلي ناس قاعدت تتكلم معهم في منطها الفقر وكانوا طيبين معها جدا أي وليس لهم علاقة بهذه المواضيع أي حد ما توصل لحد المنصة هتلاقي مجموعة قليلة جدا من السيدات حوالين المنصة وبعدها شوية رجالة والعدد لها تعدى سبع تمانتلاف هم دول المتعصبين لما بقيت الميدان ناس بسطاء بتعتبرهم أسرع الموضوع اللي ألقني جدا موضوع القزارة الشديدة اللي قاعدين فيها ونامين فوقها يرش مية كل شوية عشان الريحة الريحة سيئة جدا هم قاعدين بقى لهم أيام يعني قدوا مدة طويلة فلازم يبقى فيه استهلاك أدامي للمنطقة النقطة الأساسية بس عمل وأزمنا حمامات بس بدون صرف صح أنا شايف إن المكان ده ممكن يطلع منه أوبئة أوبئة أول حاجة بطلع ظهر منها أوبئة آه طبعا ظهر أساسا الجرب معلش حضرتك سباحلي إحنا مش عايزين ممكن نتهم نتهم أنت فاكر لما قالك بتوعي جيب للنس واللي بيأكلوا كنتاكي واللي قاعدين في مدنة تحريف تحت البتاع بيعملوا خدراته ممكن تخذين أكمل كلامي أكمل كلامي درائي وأنا مسؤول عني صحية صحية إنسانية إنسانية لا وهم كمان هقول لحضرتك لو في هازرد أو في خوف يعني من أي انتشار أمراض عدوى دي حتنتشر في المجتمع كله مش هتبقى في العدوية بس في الزب يعني حليك بتحذر يعني لديك حق إنك تحذر بس أنا بقول إحنا يعني حتى كثير من الكتاب يردوا على مثل هذه التهم من ناحية الإنسانية وأنا معاهم إننا مش عايزين نتهم الناس بحاجات يعني ده مش التهم لازم يكون عندنا دليل أنا أبطل كلام وحاجة من الاتنين كل حاجة تقول لي التهمة يبطل أتكلم ده أقول رأيي أقول لي حاجات شافتها جرب مش رأي لا ده جرب جرب مش رأي هي شافت جرب جرب واقعة هي شافت جرب هي شافت جرب بنفسها فيه شاهد عيان هي اللي قالت لكلامي تعمل بلاغ لوزير الصحة أنا طالب كده في إنه بلاغ لوزير الصحة النقطة التانية بقى اللي ظهر النهاردة على النت دي بقى على النت لا النتة مش كل حاجة لا معلش بيقولك إنه يكدلوقتي لاجة عشان معالية طولت معاهم فأجر شواء مفروشة عشان يتم فيها الخلوة الشرعية ايه ايه الراجل ومراته قاعدين في الميدان عاود يختل شرعية حبك يا دكتور ممكن أكمل يا فهمت حبك يا دكتور ممكن أكمل أنت بتقول أسلقيين ياك الجراحين ياك معلش الخلوة الشرعية دي نكو القيادات او للناس اللي هم حوليه المنصة معقولن حوليه المنصة بل متحيزين احنا لازم نقول إن القيادات كانت في هذا الموقف حتى نفسها عشان ما يتمش في منهم أسماء معلنة إنه هم مفروض ضبطوا إحضار اه دول بيحتموا بهذه الدروع البشرية بالضبط اه فالقيادات أو من القيادات دي يعملوا إيه بقى خلوة إيه لو تسمحي فأنا المنصة حواليها مجموعة سيدات كردون أول أيه ووراهم الرجال دول اللي وقفين ويهتفوا دول اللي أقول لهم دول اللي هم اللي هي رايحينين لك باقتناع إنهم بيدفع الطريق الإسلامي بقيت الميدان كله دول ناس غلا دول الأسرة اللي بقول عليها اللي هم نايمين وتعبنين وغلابة جدا وطيبين خالص هل فألا سمعت أو عندك أي دليل على إن بعض هؤلاء الناس أو سألت رقية إن البعض منهم تم سحب بطاقتهم القومية منهم البطاقة القومية دي ما عرفش الطصة دي أنا بحكي لي كل القلب لا على نظرية الأسرة اللي بتقول لدي لا هم أسرة مش أشهد أسرة لأنهم احنا بنعتبرهم أسرة لأنهم دخلوا في براسن هذا المكان من منطلق الجوع والفقر فهم أسرة من الجوع والفقر احنا لازم نساعدهم آه لازم نساعدهم منفق أصري ده شعب مصري أي شوف بقى الخلوة الشرعية مكتوب فدع في النت شقة مفروشة الرجل ومراته بعد ما يزبط الزوجية وطيب بياخد خلوة شرعية 30 دقيقة بـ 20 جنيه 30 دقيقة بـ 20 جنيه أي ف ده طبعا أحد الأخبار اللي جاية من هناك النهاردة الدخلية حطت لا لا استنى بس ده خبر لازم نتوقف قدامه أولا ده على الإنترنت فأنا مش هعترف به خلاص لأنه كلام بتاع تاني حاجة أرجع أقول لك برضو مش للدرجات دي نحاول إننا نشوه إنسان أنا بختلف معاه أنا اللي بيقف يقول العنف والدم أنا لا أتصالح معاه ولا أتصالح في ده اللي بيقول العنف والدم وبيلجأ إلى الخارج ويستقب الخارج ويقول للغرب تعالوا ساعدونا أو تعالوا درابوا مصر دول خوانة دول يعتبروا خيان عزمة يتحطوا في السجن ويتحكموا لك أنا بتكلم على الشعب العادي يعني هل بقى حداك بتقصد القادة دول هل هو ما بيعملوا خلوة الشرعية لا أقول لك معرفش دي مش أدواء خبر 30 جنيه نص ساعة عرب بتكلم عشرين جنيه نص ساعة عشرين جنيه نص ساعة عشرين جنيه نص ساعة نص ساعة بس يعمل فيها الرقل وبعد وفي خبر نازل من الموقع الداخلية إن في بلاغين محاولة اختصاب لسيدة وفتاة المهاردة وبلاغ وخبر تاني إن الشوء اللي هي متأجرة لخلوة الشرعية هيتم صائل غلقها اليوم هيغلقه يا شوء مفروش بس يا دكتور من ناحية كده الإنسانية وحضرتك دكتور يعني دكتور ويعني في الإنسانيات ليك أشياء كتيرة جدا حالك مش شايف إن دي مبلغة يعني واحد في السياسة وعمال يقول وداعوة سوف نعقوم بالضحر العدو وخلوة إيه اللي في دماغهم ده عشان رجالتهم أيوة يعني ما هما رجالتهم دول هما الستات اللي طالبيتني يعني ولا أم ده خبر جاي عن نت بما أننا بنتكلم ربع عدوية دي ناس رايق أنا كراجل مهندس 20 جنيه نصف صاحب لما نتكلم على ربع العدوية نازم نتكلم على كون أخبار ربع العدوية كلمنا عن عملنا تشريح لنوعية الناس اللي هناك ونتلك حولين الملصة في إيه وفيه على الملصة إيه والناس بقيت وبعدين نتكلمنا على الحالة حالة النظافة والروائح الكريهة اللي طالعوا بقيت نتكلمنا على الحالة الصحية وقيت نتكلمنا على الأخبار المتدولة أنا بديكي شرحي كامل طيب في زل دا يبقى احنا قدامنا فصيل من الشعب المصري نستطيع أقول أنه يجب إنقاذه يجب إنقاذه وهؤلاء البسطاء لا يجب طمأنتهم تماما أنه أنتوا هتخرجوا هتروحوا بيوتكم محدش همسككم محدش يقبض عليكم وينخرطوا مرة أخرى ومنوا بكل معتقداتهم ولو عزيني بأخوان المسلمين في حدود الدعوة وإنما استخدام السياسة واستخدام السياسة في العنف واستخدام الدين في السياسة واستخدام الدين في السياسة واستخدام السياسة دي المستهدئة إلى الدين في العنف وتقسيم مصر والقضاء على هوية مصر دا موضوع تاني دا لازم نتعامل معهم دا موضوع مش تاني موضوع إخواني دا موضوع إخواني لأنه عندك في ماليزيا ما هو نظام حكم وناس إسلاميين برضو عملوا كده ما عملوش وتقدموها لأعلى درجات بالنسبة لهم كانوا إيه وبقوا إيه إنما ما دخلوش الدين في السياسة تدخيل الدين في السياسة يخلي بالطرفين طيب إحنا النهاردة دلوقتي بنتكلم على الإخوان والثلاثين مليون الشعب المصري اللي طلع في الشوارع والهتف يسقط حكم المرشد والذي استقبل الشعب يريد إسقاط الإخوان ده الهتف الإخوان والمرشد وكل ما هو ليه علاقة بتقسيم مصر والقضاء على مصر والهتفات بدأت برحل وبعدين اكتشفوا أنه مرشي خلاص مليوش قيمة فبدأوا إلى المرشد وبعدين الهتف التالت كان الشعب يريد إسقاط الإخوان الهتفات تسلسلت ضد مرشي فضد المرشد فضد الإخوان إيه ده التسلسل إن إحنا بنطبع وعارفين الناس عاوزة إيه تسلسل كده بالزبط قال لي خلاص مش هنطبع حاجة على مرشي مرشي ده خلص وقالك مفيش مرشد وقالك يبقى فضلش مش عاوزين إخوان بدأت بهذا السلم ما هو بقى دي اللي إحنا يجب أن نقف أمامها هل النهاردة نقول إحنا مش عاوزين إخوان ونبتدي ما يطلق عليه سياسة الإقصاء يعني هل هو إقصاء لفصيل معين أم إقصاء فكر فاشي أم إقصاء حزب معين إقصاء الدولة الدينية إقصاء حضرتك نودح لأنه ما بنقول الدولة الدينية ده الناس بتخاف تفتكر إن أنت ضد الدين أو ضد الإسلام الدولة الدينية اللي مش أقلم هي اللي ما يفهمش ده الرأس في الحيط لا ون شعب المصر لا لا أبدا شعب المصر فيها مكتر مني ومنك الدولة الدينية هو أن يكون يسيطر الدين أو ناس يشتغلوا بإسم الدين بتجارة الدين للسيطرة على السياسة هذي إحنا عاوزين دولة مدنية يكون الدين فيها لله والحكم فيها لمن هو قادر على الحكم صراحة الدين الأيوبي اللي عمل كان في يوم الأيام يقود الأمبراطولية الإسلامية لم يكن إمام الخليفة في الأستانة أو في تركيا أيام ما كانت أضر رقع دولة العثمانية دولة العثمانية لم يكن إمام لم يكن أبدا في يوم الأيام الحاكم هو بيحكم بأمر الله الموضوع ده انتهى وأصبح تاريخ وكلنا مسلمين أنا راجل حجيت وأمرته عمرتين وبخاف الله وبحاول قدر الإمكان أعمل كل الفرود اللي علي يبقى أنا كافر عشان مش مؤمن بنبقهم لأ انتهى عايز أقولي حالك حاجة الإخوان كحزب أو كحكم خلصوا الإخوان كجماعة في صورتها الحالية انتهت مدى الحياة ما لم تجدد جلدها بإسلوب يتماشى مع العصر الحالي زي ما حصل من 500 سنة في أوروبا اللي هو احنا سمناه فيما بعد عصر النهضة حصل إيه قالك ما ينفعش ان الحد يعقم باسم الدين باسم الكنيسة باسم الكنيسة باسم الدين يعني عشان كده هم فطنوا ان الدين روحانيات وعلاقة إنسان بربه تفصل عن السياسة عشان كده تقدمه عشان كده تقدمه لو كانوا وجدوا ان الحكم الديني هتخليهم يتقدمهم كانوا سبوه هم ده احنا المؤرخين سموا هذا العصر انفصال الدين على السياسة في أوروبا عصر النهضة عايزة أقول لحضرتك انه يعني كلام احنا كلنا بنتفق على اننا لابد أن نعود للدولة المدنية وان ما يبقاش فيه أحزاب قائمة على أساس ديني وفصل الدين على السياسة وده اللي كان موجود في دستور 71 وكانت هذه جماعات بيتعامل معاها على انها لابد أن تكون في حدود الدعوية وليست أسياسية النهاردة فيه أصوات أخرى بتقولك لا ومالوا ومالوا لما يكون حزب الحرية العدالة لازم يفضل موجود ولازم يبقى ممثل للإخوان ولازم يعني فيه دعوات اننا لازم نفتح لهم الأبواب وإلا حنسمح لديول العنف إنها يعني قد تتفتت جماعة الإخوان المسلمين لكننا سنسمح لمجموعات معينة عندنا مجموعات الجهادية التكفرية وعندنا مجموعات سلفية متشددة وعندنا دول ما ظهروش إلا في عصر الإخوان ما فتحوش سدرهم هذا من ضمن الحساب بتاع السنة اللي فاتت اللي هو فتح السجون والإفراج عن الكثير من المعتقلين أو السياسيين اللي هما جرائم قتل في جرائم إرهابية الجرائم البلاغ اللي أنا قدمته رقم واحد هو جلب عناصر مسلحة أجنبية من الخارج ودخلهم بالمخالفة للقانون لقتل وإرهاب وترويع المصريين وفاكح السجون ده البلاغ رقم هو أحد اللي قدمته طيب وموضوع ودي النطوة ما هو ده يعني داخل منه بالنسبة لمرسي هل لو ثبت وطبعا تحية للمستشار خالد محجوب الرجل الشجاع الواثق ده الواثق الخطوة يمشي ملكة الذي في يعني في خضم وقمة استبدأت حكم الإخوان استطاع أن يتصدى ويطلب وهدد بالقتل وهدد بالقتل وهدد بأشياء كثيرة ولكنه أصر على قضية وادي النطرون وعلى أنه يتوسق هل فعلا لدينا رئيس جمهورية كان يتخابر مع دولة أجنبية تمام ومسألة أنه كيف خرجوا من السجن وكيف فتحت لهم السجون وكيف سهلت لهم حماس وكلها أشياء أنا دلوقتي مش بقولها من دماغي أنا بقولها موجودة في القضية وفيه شهود تكلموا عليها وموجودة موثقة يعني النهاردة ليه يعني فيه تمسك بمرسي يعني ثبت لو ثبت مين تمسك يعني العالم الغربي والخداع الشديد اللي تقوم بها الجزيرة أنا قلتلك ده مشروع بتاعهم مرسي كان ترس لو اتكسر الترس وقفت المكنة ده مشروع بتاع شرق قاسه الجديد حل مشكلة الفلسطينية نهو مشكلة اللاجئين الوطن البديل في سينة إنشاء حكم طائفي محط في الدستور إن احنا دولة إسلامية سنية أنا عارف عنيه سني والله العظيم ما عارف عنيه سني وشي أنا مسلم وبس عندي القرآن وعندي الأحاديث النبوية القدسية الشريفة والفقه يعني هما الهدف المكنة اللي عوزاها الغرب هو شرق أسوأ جديد إسلام جديد إنشاء طائفية في المنطقة إيش سني وشيعة كل الكلام ده كان مرتبط بنجاح حكم الإخوان قام المارد المصري العقل الجمع للشعب المصري ضرب ضرب عضية لأوباما وللغرب في مشروعهم المشروع سقط فلازم يتمسكوا بمرسي وحاول يتمسكوا بالإخوان وحاول يأمل المستحيل ترسي الكسر ولا لسه موجود لا الكسر بيفلت كده لا الكسر اتكسر اه وأنا بقى لو رئيس جمهورية بكرة الصبحية تب تقول إيه اتفضل ايه لو أنت رئيس جمهورية لو أنت رئيس جمهورية بكرة الصبحية اه بكرة ايه أبعت جواب لأمريكا قال لهم غيروا السفيرة دي بسفيرة أو سفير يحترم مصر ومن حقنا من حقنا من حق الدولة تحدد السفير بتاعها بس من حقنا نرفض بالضبط وبناءنا عليه وما يجيش حد من هنا غلما يتبعت لنا الأول السيفي بتاعته ثم نوافع عليه قبل ما يحرف المين أو لا واطلب طلب تاني تخفيض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في القاهرة لعدد يساوي عدد البعثة الدبلوماسية المصرية في أمريكا هي مش نفس العدد؟ هنا ألاف هنا ألاف فين هم الألاف دون؟ يا دكتور تلات تلاف تلات تلاف دبلوماسيين؟ بس يعني حجم السفارة الأمريكية طب مين التلاينا اللي كانوا موجودين في ربعة؟ لا يقول مراسلين أجانب لا مش مراسلين أجانب ده بيديروا العربيات تبتتابي؟ أي وقتاني تاني تاني العربية العربية اللي تسرقت من تلفزيون مصري اللي الأخ بتاع تعالي ما أقولك وتعالي لما أوريك سرقوا سمح بسرقة الإشارة بتاعة التلفزيون المصري وبسها من ربعة العدوية وسرقوا عربيتين وفصلوا العجلات عشان ما حدش يقدر ياخد منهم العربية تانية لا مسترقاش طلعت بأمر من وزير بأمر الوزير الثنين واحدة بزت في السكة فبعت التانية اللي اتنين راحوا ودخلوا لا واحدة بيزة والتانية شغالة بس طبعا يعني ده جريمة كبرى يعني ده أيضا جريمة خيانة كبرى لأن ده الإشارة بتاعة مصر التلفزيونات أخرى اللي هي تلفزيون 25 وتلفزيون الجزيرة وده أشارة مصر بس وده أرض مصر ومياها الإقلامية وجواها وأنفقها وخنتها وحدودها وميتها وميتها وده بس لحنا عايزين ميتها دي عايزين حلقة لا ما هو أنت بتدي التهمات بس أنا عايز أقولك لما أنت قلت كده بقى البلتاجي وصفوات حجازي تقولهم إيه لأن هم يعني كانوا من رؤوس الحربة أو رؤوس يعني الأفعى في الهجوم على شعب مصر وعلى جيش مصر هم عورة ومحاولة إهانة شعب مصر ومحاولة التقليل من الجيش المصري يعني أشياء لا تغفر هي عورة إنسان مصري هم عورة الإنسان المصري عورة الإنسان المصري طيب إمتى قلت إحنا لبسنا في حيطة وإمتى قلت يا فرج الله لبسنا في حيطة لما جيه مرسي اي وأنا ساعتها طلبت لما جيه لا أحب يراجع مجل الشعب وكتبتها إن أرجو إن قوات الأسلحة يعزلوا مرسي لأن ساعتها مكنش أقدر أكلم كلامي التنطوي لأن أعرف هو اللي جايبهم يعني هو كان ضمن السبب يعني طيب ويا فرج الله يوم تلاتين الله تنفرج أنا مكنش مصدق نفسي يوم تلاتين يوم تلاتين فكرنا يا أكرم بيوم تلاتين وشوارع مصر والملايين وهم في كل شارع وفي كل مدان في مصر كان الناس يقول لك أروح التحديية ولا التحرير التحديية والتحرير لضموا ببعض مصر في اليوم الجميل ده قلت يا فرج الله يوم تلاتين يوم واحد بقى قلت لا برضو فرج أخوات يوم تلاتين كله كان انتهى يوم ثلاثة بقى كانت تثبيتة عارفت تثبيتة عندنا حاجة في الناس ما تكونسولوديت يعني بندعم الموقف بقى طيب بالأمانة بقى لما سمعت الخطاب عملت ايه بتاع المزنزوح المخلوع لا يعني أنا بنسبالي هؤلاء البشر انتهوا تماما يوم تلك لا لا يوم الخطاب يوم الخطاب طبعا يعني تلقته بهدوء أعصاب يعني لا طبعا لما كان كان كوميدي لحد الماء يعني كوميدي كوميدي جدا لو انت حراج حبيتة تحليل اللي بيقوله يعني كان فيه تراجع لابتدى يقبل ما عرض عليه ورفضوا قبل كده ست نقطة إياهم كان فيه تهديد كان فيه لغة فيه واحد بتاع علم نفس حل اللغة الجسمه كان فيه مشكلة فلسانه انه كان تقل يعني واضح انه كان مش في حالته طبيعية كان مهزور جدا بس كان بيحاول يبدو انه متماسك اللحظة بقى اللي احنا كلنا يعني محفورة في وجداننا دلوقتي لحظة بيان الفريق السيسي اه انا اول جملة قالها خلاص استشعرت الخير قال نحن لن نكون من جزء من الحياة السياسية ولا من الحكم وفرق بين الاثنين ودي عبقرية لان دا شيء ودا شيء قالت لداخلين في السياسة ولا نخش في الحكم يعني ايه مش هنخش في الحكم يعني مش هنطلع مننا لوقات يبقى وزراء ولا لوقات سابقين يبقى وزراء او رؤساء مجالس ادارة الشركات اه ولا هنشتغل في السياسة هو بالجملة دي في البداية طمن كل انسان في مصر ولازم كان مفروض يطمن لو كان عندهم ضمير وحسن نية اللي في الخارج اللي هما يقولوا دا انقلاب دا من حصرتهم يقولوا انقلاب انقلاب دا ايه انقلاب انقلاب لو كان هما النهاردة بيحكمهم لو شفنا مثلا تلت اربع وزاراء من اللي هما جايين لوقات سابقين لو شفنا كسللوا للحكم بس هقول لحضرتك يعني ما هو ممكن يكون فيه الواق في الجيش بس رجل ادارة ورجل يعني فيه اسماء يشهد لها بالكفاءة وكانوا انا اتكلمك مثلا الواق طارق المهدي لما كان في التلفزيون ولما ادار وكان محافظ في الوادي الجديد ولما انتقل للبحر الاحمر يعني من الرجال الشرفاء المتفانيين في عملهم الذي يخلص للإدارة ويخلص لإدارة المكان اللي هو فيه ويطوره ويعمل فيه نجاحات ده ايه مشكلته مشكلته مش الأيام دي ممكن بعدين انه بعد ما يسمى بانقلاب يبقى فيه حرك دلوقتي فيه حرك وانا قلت ثلاثة اربعة يعني انا اقول له حرك حاجة الكلام ده انا بلغته بلغته المين بلغته لصحاب الأرض بمتليفون الصبحية ان الحكومة دي ممكن تهد الثورة اللي بيشكله حكومة اللي بيشكله حكومة الحكومة دي ممكن تهد الثورة وممكن تكون نقطة تحول في مصر ليه؟ لو تم اختيار شخصية غلط محسوبة على اي حاجة وقامت مظاهرة ده الحكومة دي هتصب بالصلاحة الاخوة فيجب عند اختيار الان ان نبتعد عن اي حاجة خاصة بالجيش حتى لقوله الانقلاب نبتعد عن اي حاجة خاصة برموز النظام السابق او اي حاجة خاصة او تركمي في احضان الاخوان يعني لما طالع ممكن نعين وزير اخواني او كان كويس ما ينفعش الجميع الرافضة لهذا تماما البعد عن التلاتة اي حد من رزوم النظام السابق الان اي حد من قوات مسلحة حتى لو كان صابق واي حد من الاخوان لان الوزارة يجب ان تنجح جماهيريا بعد كده خلاص كل واحد حر بعد كده وعدينا المرحلة دي واكدنا العالم ده مش انقلاب عسكري يبقى كل واحد وكفقته بقى بغض نظر عن انتماؤه طيب اخيرا وليس اخيرا لان احنا الوقت مر بسرعة بس انا عايزك تفكر الناس مرة اخرى بموضوع الاندجراب لانه هناك الكثيرون الذين لا يعلمون ويفهمون شيئا عن هذه الخطة العالمية وبالتحديد يعني تأثيرها على نهر النيل والمياه في مصر ويعني شربة الميا بالنسبة للمواطن المصري الميا بتنزل في اسيوبيا وتجلمة بتعدى على حوالي ستلاف كيلو ستلاف كيلو دي اراضي على الجنبين لو الناس مد ايدهم على المياه دي ورووا منها الاراضي مش هيجيلنا حاجة اهما الاراضي بقى شاسعة محش بيعمل فيها حاجة هم بيعملوش حاجة لانه ما عندهمش امكانية انما اللي بيحصل ايه الشركات العالمية والبلاد اللي ما عندهاش ضراعة كفاية ابتدت تيجي تشتري اراضي في افريقيا وترويا يعني الصين تشتري ليه مثلا اللي همني بقى ايه اراضي اللي هي على في السودان فانا كتبت في 2009 عند عادل حمودة ان الخطر الرئيسي المهر النيل هيجي من السودان مش من اسيوبيا لان السودان عرضه عشرين مليون فدان عشرين مليون فدان للايجار ده مش هيفضل لنا ولا نقطة فهم شوية المية المسرحة انا عايزة اسألي فانا ايه القانون اللي بيخليوهم يشتروا ممكن يا فانا اكمل يشتروا ارض مليون فانا الفدان هم عندهم 18.5 مليار متر مكعب ده يروي 2.5 مليون فدان اي اي فدان اكتر من 2.5 مليون فدان يبقى سرقة من ميتنا هم هم طلعوا قانون استثمار زي اللي عندنا حق امتاز ايه القانون ايه قانون ايه ايه حكومة طلع ايه قانون ماذاك 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 انما هيدوا للشركات العالمية والبلاد كلها اللي عاوز ياخد حطة ارضي جتا عيجار في السنب بيتفعها وكيعمين جنيف السنب بيتين جنيف في الفدان ويروي هيروي منين بقى من نهر النيف بس من منين من ميتنا من ميتنا اه فلازم الصفاء الخارجية المصرية ام تبعد جوابات لجميع الشركات الملتي ناشنال اللي بتحاول تشتير هناك وحكومتها ام ان انتوا بتاخدوا ارض ام تأكدوا ان انتوا ترجوا من المية دي ميتنا ام وهذا اعتداء صارخ على ميتنا ان الزراعة عبارة على ثلاث حاجات شمس مية ارض ام لو انت خدت ارض وشمس من السنان انت حر ان المية دي بتاعتنا ام ام بس بسرعة شديدة ايه هترد علي وصفة كلمتين لسؤال ده من هو الشعب المصري؟ من هو الشعب المصري؟ ام اجمل شعبة في الدنيا هل الصداقة الحقيقية وجود عندك؟ جدا والحياة بدونها ما تسوعش هل تشعر بالغيرة من الاخرين احيانا نجاحات الاخرين؟ في مختبر عمري في مختبر الوقتي لا هل تقبل النقد؟ طبعا لا يقبل النقد اه انا جوبت باني اقبع انه والله باقبل النقد صدفة غيرت مجرى حياتك؟ التربة تربة ايه؟ ميكانيكا التربة اه بلاش كلمة التربة دي والنبي اه؟ ميكانيكا التربة اه انا عرفتها صدفة اه قاعدة مع الدكتور عبر رحمن حلم الرملي ايه؟ وحبيت ميكانيكا التربة اه ودي اللي راح عاديت طيب اه انا ما نم تربة باسحى تربة وبموت تربة لا خلينها تنام وتسحى تربة بس كويس اي صفة بتكرها في الناس؟ الـ النق 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 انا نق مين عاوز تقول له الله يصامحك اللي عملته فينا؟ انا مضيق يعني طون طاوي اه ومين تعتذر له؟ اعتذر؟ اعتذر للسيسي للسيسي تقول له ايه؟ انا هاجمتهم شو هاي كده اه قل له طلعت وقت ذكر راجل راجل بمليون راجل اه يعني الوقوف سند الجيش المصري يقف سند لشعب مصر و و في اقل من 24 ساعة فجأة بعد ان فقد الشعب المصري الامن والامان يشعر بالاطمئنان وينام قرير العين بس احنا مع العنفل في الشوارع دلوقتي فيه قلق شديد جدا وفيه توتر شديد جدا وفيه خوف من العودة للدائرة المظلمة دي فيه في الفلكلور بتاعنا ايوا اللي بنا مصر كان في الاصل وات بنا اي بلا فل بنا تاني عربوك عندنا ارتكارية بناها عشت وهنا خلال زمان خلال زمان غنى خلال زمان غنى شوفكو بكرا ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة